ثلاث زيارات اثنتان منها رسميتان وواحدة كانت لظرف أمني صعب بان استشهاد الطبيب النشط رهام يعقوب لكن يعود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هذه المرة برسالة عاجلة لملاحقة أشباح المنافذ حين بدأ مشواره مع أكثر من ملف يصنع بداية ضبط الهيبة للحدود العراقية يعود الرجل إذن بدلائل تثبت ارتفاع واردات المنافذ وهو إنتاج فاعل يعود بأوراق العراقيين التي كانت مفقودة في جيوب المهربين والمتنفذين الزيارة هذه المرة ري لعطش أهل البصرة كما يتفائل المواطنون الذين خرجوا وإخرجون غضبا للمطالبة بخدمة أساسية في أهم مدينة تعتبر كنز الجنوب العراقي يفتتح الكاظمي أضخم برج غازي منفذ في شركة غاز البصرة بغيات تحقيق نهوض اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب تخدم البلد ورسالة حكومية بدأ مشوارها رئيس الوزراء بعدم الاعتماد كليا على النفط على بركة الله توقّل برفع البرج نحن سيارة رئيس الوزراء إن شاء الله شكرا النقطة الارتكازية المهمة أيضا هي النتاج الفاعل من السعي للعمل على مشروع ميناء الفاول كبير وهو ما سرع إليه الكاظمي مؤخرا بضرورة البدء بالتوقيع مع شركات أجنبية للعمل فيه كي يجلب أكبر مورد يربط العراق بدول المنطقة والعالم شكرا